موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه اهم وابرز ما قالته المواقع الاخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من المواقع الاخبارية والبداية من تقرير نشره موقع الموقع التساءل فيه عما يحدث في حضرموت وعلق الموقع هل يتكرر في حضرموت سيناريو الفوضى والانفلات الذي شهدته مدينة عدن وقال التقرير ان ثلاثة الاعداء علنا القاعدة الحوثي صالح استفادوا طوال الفترة الماضية من ميناء المكلة حيث تؤكد المعلومات انهم استفادوا منه في تهريب المشتقات النفطية وكذا تهريب الاسلحة للميليشيا لمساعدته معنا الصمود في المعركة بحسب تصريحات ناطق باسم الحكومة الشرعية راجح بادي ويتابع التقرير نظرا لتشابه الوقائع على الارض بينما حدث في عدن وما يحدث في المكلة الان اصبح العديد من المراقبين يرون ان سيناريو الفوضى في عدن يتكرر في المكلة بعد اعلان تحريرها ويرى الصحفي باسم الشعيبي ان القوى التي عبتت بامن عدن في الاشهر التي تلت تحريرها ستعمل على تكرار التجربة في مدينة المكلة وسائر مدن ساحل حضرموت لان الهدف ثابت ويتمثل في افشال تجربة النهوض بالمحافظات المحررة من عنوين الموقع فرار المئات من عناصر الميليشيا من جبهات القتال بسبب الهزائم المتلاحقة وعنوان ايضا مأرب الميليشيا تقصف مواقع الجيش والمقاومة وتدفع بتعزيزات عسكرية الى موقع المصدر اونلاين والذي جاء في عنوينه الوفد الحكومي يعلق مشاركته في الكويت بعد رفض الانقلابيين الالتزام بالمرجعيات وجدول الاعمال وعنوان في ذات الشأن رئيس وفد الحكومة في الكويت لن نعود الا بتوقيع الانقلابيين عن الالتزام بالمرجعيات وجدول الاعمال وقالت التفاصيل نقلا عن ما قاله رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبد الملك المخلافي إنه لا يمكن الاستمرار في مشاورات ما لم تقر مرجعياتها وجدول الأعمال الذي تسير على ضوءه وأوضح المخلافي أن الفريق الحكومي لن يعود للمشاورات إلا بعد تسلومه إقرارا مكتوبا بالتزام الإنقلابيين بخمس نقاط والتي وضعتها الأمم المتحدة كمحاورة أساسية في مشاورات الكويت ومن عنوين الموقع الحوثي يتهم حزب صالح بالمؤامرة في انهيار العملة وآخر يطالب بمنع استيراد المفرقعات وفاكهة الكيوي وعنوان قيادي في القاعدة يقول إن عناصر التنظيم ما يزالون على الساحة رغم انسحابهم من المكلة إجهاشة الفارس تحية قديمة جديدة دموع باسندوى إجهاشة الفارس هكذا بدأ خالد الرويشان مقالا تذكر فيه تلك اللحظات التي كانت فيها البلاد تتجه نحو الأسوأ وقال الرويشان لم تكن دموع باسندوى فحسب بل كانت دموع اليمني أرضا وإنسانا إنها الدموع النبيلة العزيزة تنساب لمرأة دماء المنسابة والمودن الثكلة والشوارع الحزينة وأحلام الورود الموؤودة حتى قبل أن يفتح الورود أكمامه أحلام الورود التي تداس بأقلام القتلة وأحذية البغاة الجهلة يجهش باسندوى فتشرق البلاد بالحزن النبيل وتنتبه الوهاد من غفوتها والقلوب من غفلتها كي تتذكر أجمل ما فيها إنسانيتها المغيبة الغائبة يجهش باسندوى بينما غيره يقتل وينهب ويضرب أبراج الكهرباء ويفتح أبواب المعسكرات للقتلة ويقطع أوصال البلاد ويغني أيضا يجهش باسندوى بأحزانه فتسيل دموع الوطن المخطوف من أحلامه ومقدراته وقدراته بينما آخرون كثر يغلون في دمه لا يهمهم أن تتساقط جنبات البلاد ولا يحزنهم اغتيال المئات من الجنود الذين لم يستلموا رواتبهم ربما لأشهر ولا يهزهم مرأى قطاع كبير من الشعب وهو يتضور جوعا في أماس الظلام واليأس والفوضى هؤلاء هم الذين لا تندى عيونهم أبدا وهم شجعان هذا الزمان أبطال هذا الظلام لو كانت عيون حكامنا تمتلئ بالدموع إذا لسالت السعادة في الشوارع وفاضت العدالة في الدروب لكن لأن عيونهم كانت دوما غارقة بالطمع وطافحة بالجشع والحقد والحسد فقد سالت شوارعنا بالدماء والأحزان والموت والغبار والكراهية إجهشة باسندوى تعيدنا إلينا تذكرنا بالإنسان فينا أجمل وأروع إجهشات باسندوى والتي أعتبرها وساما نادرا وفريدا على صدره هي تلك بعد عودته من الدوحة أما هؤلاء الذين جفت مآقيهم ويبست ضمائرهم وغاضت ينابيع أرواحهم فهم مجرد هياكل نارية كبريتية يابسة تشتعل بالكراهية وتنطفئ بالرماد إلى موقع التغيير نتو الذي جاء في صفحته الرئيسية كشف عن صدور قرار بتعيين مدير أمن المحافظة قريبا محافظ تعز يهدد بتقديم استقالته نهاية الشهر الجاري ما لم يفي الرئيس هادي بوعده وعنوان آخر العسيري يكشف عدد الصواريخ الباليستية التي كانت بحوزة الإنقلابيين وعنوان متعلق بالوضع الاقتصادي مدير فرع البنك المركزي بعدن يوضح وقالت التفاصيل نفى مدير فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة عدن خالد زكريا الأنباء المتداولة حول إيداع وزارة المالية السعودية مبلغ ملياري دولار أمريكي لدى البنك المركزي في عدن وقال مدير البنك في تصريح إنه لا صحة للمعلومات المتداولة حول إيداع الجانب السعودي مبلغ ملياري دولار أمريكي واعتبر تلك المعلومات مجرد إشاعات وأخبار مواقع للتواصل الاجتماعي ومن موقع يمن مونيتر الذي تابع الموضوع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد وعنوان شركة النفط ما يجري اتفاق بين تجار السوق السوداء لاستنزاف المواطن وقالت التفاصيل استيقظ سكان العاصمة اليمنية صنعاء على وقع صدمة عودة أزمة المشتقات النفطية في أسواق العاصمة ومدن أخرى حيث اختفت مادة البنزين بشكل مفاجئ من محطات بيع المشتقات النفطية في أول ملامح انهيار اقتصادي وقال مواطننا ليمن مونيتر ان تسعير تاقالون البنزين سعة عشرين لترا اصل الى اكثر من عشرة الاف ريال بعد ان كان يباع باربعة الاف ريال في السوق السوداء واتهم الناطق الرسمي لشركة النفط انور العامري التجار برفع الاسعار واعدام مادة البنزين مؤكدا ان ما يحصل اليوم هو مجرد اتفاق بين تجار السوق السوداء لرفع سعر المشتقات على المواطنين وتحميلهم اعباء اضافية تستنزف المواطنين وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان وكشف العامري في حديث اليمن مونيتر عن وجود كميات كبيرة من النفط في ميناء الحديدة لافتا الى ان المصاعب التي تواجه الشركة الان في كيفية توفير المشتقات النفطية سببها رفض البنك المركزي توفير عملة صعبة كقيمة الشحنات التي تم شراؤها في السابق عن تدور العملة وعن الاثار المترتبة على ذلك كتب احمد الشامي مقالا انتقد فيه سياسات الميليشية التي اوصلت البلاد الى هذا المستوى من الانهيار الاقتصادي وقال الكاتب نحن امام ازمة حقيقية وكارثة متوقعة نتيجة اخططاف الدولة من قبل ميليشيات الحوثي وسيطرتها على البنك المركزي وعلى مؤسسات الدولة والعبث بالمال العام كارثة تهدد الاقتصاد اليمني ويعكس عجز الانقلابيين عن اتخاذ اجراءات وسياسات عاجلة لانها تفتقر الخبرات الادارية كما انها تمارس ابشع انواع الفساد اليمن تعاني من ازمة اقتصادية بسبب الصراع السياسي وخصوصا بعد الانقلاب على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني ارتفاع نسبة البطالة وفقدان بعض موظفين الدولة والقطاع الخاص وظائفهم بسبب الحرب وسياسة ميليشيات الحوثي في اعتقال وطرد الموظفين المعارضين للسياسة النازية لهذه الجماعة ومع تدهور الاجور بشكل مريع العام الماضي وإلى الآن تتوسع دائرة الفقر داخل المجتمع اليمني يخشى قادة الانقلاب من بقاء اموالهم الضخمة داخل اليمن وخاصة تلك الاموال التي اكتسبوها من بعد الانقلاب ومن السوق السوداء للمشتقات نفطية والغاز وعملية النهب باسم المجهوج الحربي خوفا من مصادرتها في حالة سيطرة الحكومة الشرعية على العاصمة صنعاء واستعادة الدولة كما أن هناك عددا من التجار يقومون بنقل أموالهم إلى الخارج بسبب الأوضاع الأمنية داخل اليمن واستهدافهم وإجبارهم على تمويل الحرب التي تشنها ميليشيات الحثي على أبناء الشعب اليمني ومن الأسباب التي أدت إلى انهيار سعر الصرف قرار التعويم لمشتقات نفطية والسماح باستيرادها ومن بين أسباب انهيار العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية وفشل ميليشيات الحثي في إدارة السياسة النقدية للبلاد وعدم قدرتها على المحافظة على سعر الريال اليمني إلى موقع الوحدة وينت والذي عنون في صفحته الرئيسية رفض واسع لاقتحام ميليشيات الحثي هيئة المساحة والأراضي والتخطيط الحضري وقالت التفاصيل إن واقعة اقتحام ميليشيات الحثي لمقر الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط الحضري بالعاصمة صنعاء قوبلت باستياء واسع داخل الهيئة وخارجها ويتابع الموقع عبر عدد من مسؤولي الهيئة وموظفيها عن رفضهم لهذه الممارسات واعتبرها مقتصون تحضيرا مبكرا لنهب أراضي وممتلكات الدولة وعلم موقع الوحدة وينت من مصادر خاصة أن اتفاقا جرى بين ميليشيات الحثي ورئاسة هيئة المساحة والأراضي والتخطيط الحضري للوقوف أمام قيام الميليشيا باقتحام مقر الهيئة والتهجم على رئيس الهيئة عنوان آخر للوحدوي جاء فيه البنك المركزي اليمني يشهد انهيارا اقتصاديا والوحدوي نقل الخبر من موقع المونيتر الأمريكي والذي قال الثقة في البنك المركزي اليمني تعرضت لضربة قوية عندما اضطرت الحكومة مع الرئيس هادي للخروج من البلاد وترك الأمور المالية ليتم تشغيلها من قبل محافظ البنك وضف موقع المونيتر وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن رئيس الوزراء بن دغر الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر الماضي وسط اتهامات لجماعة الخوثي بأنها السبب في الانهيار الكبير للبنك المركزي اليمني وأنهى تقرير المونيتر بقوله إنه حتى إذا استمر البنك المركزي اليمني في وضع سياسات جديدة لمعالجة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الريال اليمني لن يكون الأمر فعالا طالما لا توجد إرادة سياسية لتحقيق استقرار في الوضع الاقتصادي إلى موقع الاشتراك نت والذي جاء في عنوينه الرئيسية انهيار الاقتصاد اليمني وارتفاع مخيف لأسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية عنوان آخر للاشتراك شبوى معارك وقصف مدفعي عنيف في الجبهات وسط استمرار الحصار على بيحان ومن العناوين أيضا الجوف مواجهات متقطعة في جميع الجبهات جاء في التفاصيل أن مواجهات متقطعة اندلعت بين قوات الجيش الوطني المسدود بالمقاومة الشعبية وبين ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة الجوف شمال شرق البلاد مصدر في المقاومة قال للاشتراك نت ان معارك متقطعة بالسلاح التقيل دارت بين قوات الجيش والمقاومة مع الميليشيا في مديريتين المتون والغيل والمصلوب وخب الشعف واضف المصدر أن الجيش قصف بالمدفعية والهاون مواقع ميليشيا الحوثي والمخلوع في جميع الجبهات والميليشيا ردت بقصف مدفعي وصاروخي قبل مطالعة أهم مقالة الصحف العربي الصادر اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة ونصطحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية والبداية من صحيفة العرب الجديد والتي عنونت المشاورات اليمنية أكبر مأزق في ثاني تعليق لمشاركة الحكومة ووفقا للصحيفة فقد دخلت مشاورات السلام اليمنية مثارا هو الأخطر منذ انطلاق الاجتماعات قبل شهر مع تعليق الوفد الحكومي مشاركته للمرة الثانية وتقول الصحيفة أن التعليق جاء على إثر أنباء عن وجود مقترحات جاهزة للحل تسعى الأمم المتحدة بدعم دولي لإقناع الأطراف بقبولها في حين بدى الجانب الحكومي أكثر توجسا حيالها وتكشف مصادر مرافقة للمشاركين للعرب الجديد أن الوفد الحكومي انسحب من الجلسة التي حضرها المبعوث الأممي بعدما أعلن أحد أعضاء وفد جماعة الخوثيين رفض الاعتراف بالسلطة الشرعية الأمر الذي اعتبره الوفد الحكومي انقلابا على المرجعيات وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 كما توضح المصادر بأن الإحباط الحكومي سيطر خلال المشاورات على عرض المبعوث الأممي إلى اليمن مقترحات تتضمن الرؤية الأممية لحل خلال المرحلة المقبلة مشددا على الأطراف عدم تسريب أي من مضامينه وذلك تخوفا من أن تؤثر ردود الفعل على جهود الأمم المتحدة المدعومة بشكل كبير من المجتمع الدولي وتتوقع المصادر أن يسعى المبعوث الأممي إلى فرض رؤيته التي ما زال الطرفان يتحفضان إزاء جوانب محددة منها خلال الفترة المقبلة إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي عنونت في أحد موضوعاتها منظمة العفو تتهم المتمردين الحوثيين بتنفيذ اعتقالات وحشية وقالت الصحيفة اتهمت منظمة العفو الدولية المتمردين الحوثيين وحلفائهم في اليمن بتنفيذ حملة اعتقالات وحشية في حق المعارضين لهم في المناطق التي يسيطرون عليها وإخضاع موقوفين إلى عمليات تعذيب وإخفاء قسري وأصدرت المنظمة تقريراً يستند إلى ستين حالة احتجاز قام بها الحوثيون وحلفائهم الموالون للرئيس السابق علي عبدالله صالح بكانون الأول في شمال البلاد وغربها خصوصاً في محافظة صنعاء وإب وتعز والحديدة وقالت المنظمة إن الاعتقالات استهدفت شخصيات سياسية معارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وأكاديميين وغيرهم وأن العديد من هؤلاء احتجزوا بشكل سري فترات طويلة وعانوا من التعذيب وأشكال أخرى من المعامل السيئة ومنعوا من التواصل مع محامل أو عائلاتهم وأقال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو جيمس لينش إن قوات الحوطيين أشرفت على حملة وحشية ومتعمدة تستهدف معارضهم السياسيين ومنتقدين آخرين منذ ديسمبر 2014 وأضاف أن المئات من الأشخاص أعتقلوا واحتجزوا من دون اتهام أو محاكمة وفي بعض الحالات أخفوا قصراً في انتهاك صارخ للقانون الدولي ننتقل الآن إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية التي تناولت الوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن وقالت في أحد عنوينها الأسعار تشتعل في صنعاء والحكومة تقرر مضاعفة الإغاثة وقالت الصحيفة في التفاصيل أن رئيس الوزراء أحمد بن دغر وجه برفع واتيرة العمل في المجال الإغاثي بكل مستوياته ومضاعفة المزيد من الجهود لإيصال الحملات الإغاثية إلى الشعب اليمني بن دغر أكد خلال ترأسه اجتماعاً للجنة العلية للإغاثة أن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة جراء عبت الميليشيا وميليشيا القطي وصالح بالموارد الاقتصادية والاحتياطي النقدي ما أدى إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية بشكل مخيف وأضاف بن دغر أن تدهور الريال اليمني أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وزيادة معاناة المواطنين خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك أما رئيس اللجنة العلية للإغاثة عبد الرقيب فتح فقال إن اللجنة العلية للإغاثة قدمت خدماتها دون أن تكلف الخزينة العامة للدولة دولاراً واحداً ونقلت الصحيفة عن مراقبين ومحللين قولهم إن سعر الدولار مرشح لصعود إلى مستويات أعلى خلال الأيام المقبلة مع انعدامه في السوق المحلي واستنزاف الاحتياطي المالي من النقل الأجنبي من قبل المتمردين واختتمت الصحيفة الخبر أن عدداً من السكان صنعاء أبدوا مخاوفهم من التداعيات الوخيمة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك الرهان الحوثي على وقت خاسر تحت هذا العنوان كتبت صحيفة السياسية الكويتية افتتاحيتها وقالت في أجزاء منها يبدو أن فريق الانقلابيين اليمني لم يقتنى بعد بأن لعبة التسويف لإطالة أمد مشاورات السلام لن تؤدي به إلى تحقيق هدفه بالإبقاء على بعض المناطق مختطفة لفرض إرادة مشغله الإيراني وعليه أن يدرك أن العرقلة تقرب سكين الغضب الشعبي من رقبته لذلك إذا كانت جماعة الحوثي صالح ترى قدرتها على ابتزاز الحكومة الشرعية والتحالف العربي الساعين بشتى الطرق إلى فرض استقرار اليمن وتأدية مؤسسات الدولة دورها الطبيعي فهي مخطئة فموقف التحالف ليس نتيجة ضعف إنما هو استراتيجية قامت عليها عاصفة الحازم منذ البداية لقد أثبتت الأحداث طوال الأشهر الماضية ليس للشعب اليمني فقط إنما للعالم أجمع أن الإنقلابيين سعوا لفرض إرادة النظام الملالي على 26 مليون نسمة بالقوة فدمروا صنعاء وبقية المدن إلا أن السياسة الأرض المحروقة هذه ارتدت عليهم رغم ذلك لا يزالون يتبعون الأسلوب نفسه في تعز وكما فشلوا سابقا فإن تدميرها لن يفيدهم أو يغير مسار مشاورات الكويت ولن يكون مسموحا أبدا أن تتحول صعده ضاحية جنوبية أخرى يتحكم منها حسن نصر الله آخر باليمن فيمنع رئيسها وحكومتها من ممارسة دورهما ويفرض على الشعب رؤيته الإرهابية كما يحصل في لبنان ما يجب أن يفهمه الحوثيون أن الشرعية ودول مجلس التعاون الخليجي يسعيان إلى يمن مستقل حر كما كان طوال تأريخه غير خاضع لنفوذ أجنبي أكان إيرانيا أو غير إيراني يجعله مرتعا للإرهابيين إنما جار مشارك في مسيرة التنمية الكبرى التي تعمل على تحقيقها المنظومة الخليجية وأن لا يكون خاصرة رخوة تطعن منها دولنا التي كانت منذ البداية حازمة في مواجهة المشروع الإيراني في المنطقة ككل على جماعة الإنقلابيين إدراكوا أن الحياة ليست مفاوضات وأن تراجعهم عن مواقفهم وما يهتفق عليه في المشاورات لن يغير الحقيقة ولذلك كما أن لكل داء دواء فإن للمماطلة الإنقلابية علاجها المناسبة أيضا وهو الكي بقرارات حازمة يتخذها التحالف بالتوافق مع الشرعية اليمنية إلى صحيفة الخليج والتي عنونت ضبط معمل متفجرات ومخزن أسلحة للإرهابيين في المكلة ولحج عنوان آخر بن دغر السلام يتحقق بتنفيذ القرار 2216 ومن العنوين أيضا أفضل حكومة اليمنية ينسحب محتجا من مشاورات السلام في الكويت وفي عنوان آخر تقول صحيفة الخليج واشنطن تأفض الخروج عن مرجعيات مشاورات الكويت حيث أكدت الولايات المتحدة دعم الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس هادي وأنها لن تسمح بالخروج على الثوابت والأسس والمرجعيات التي بنيت على أساسها مشاورات الكويت ونقلت الصحيفة عن وكالة سبأ اليمنية بأن الرئيس هادي تلقى اتصالا هاتفيا من وكيل وزارة الخارجية توماس شانون تضمن دعم بلاده للشرعية الدستورية في اليمن وإشارته إلى أن الولايات المتحدة لن تسمح بالخروج على الثوابت والأسس والمرجعيات التي بنيت على أساسها مشاورات الكويت وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 ونقلت الصحيفة على لسان الرئيس هادي قولة لقد قدمنا التنازلات من أجل حرصنا على أبناء الشعب اليمني ومددنا يدنا للسلام لكن الميليشيا لم تؤمن به ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في مشاورات بيل السويسرية لن تنتهي حرب اليمن إلا بانتهاء أسبابها تحت هذا العنوان كتب نصر طه مصطفى مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية وقال الكاتب يبدو الوضع الاقتصادي في اليمن على شف الانهيار فيما الحتيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومؤسساتها المالية والنقدية يعيشون في أبراج عاجية فهم منشغلون بطباعة صور مؤسسهم وتوزيع كتيباته على طلاب المدارس ويملؤون الدنيا ضجيجا ضد العدوان والمرتزقة كما هي توصيفاتهم ويلتهمون شهريا مبلغ 25 بليون ريال يمني أي ما يوازي 100 مليون دولار باسم المجهود الحربي ولا يدركون بحال من الأحوال حجم الكارثة التي أوصل البلاد إليها والتي سيتكشف الكثير من مظاهرها مع مرور الأيام حيث سيصح اليمنيون في اليوم التالي لإنهيار انقلاب الحوثيين على مشهد كارثي مفزع وخراب ودمار نفسي وسياسي واجتماعي وخدمي واقتصادي وبنيوي على كل المستويات باختصار سيصح الناس على أطلال بلد وبقايا دولة كل ما يعني هذه الميليشيات المراهقة بعد أن انتهت أحلامها في حكم اليمن إلى الأبد واستعادة مجد نظام أجدادهم الآئمة هو كيف تحافظ على سلاحها الثقيل والمتوسط وعلى حكومة تمتلك فيها آلية أو نسبة لتعطيل القرار السياسي والاستعداد لجولة أخرى من القتال والحرب والمواجهات التي لا ولن تنتهي بموجب ما تحمله عقائدها الغيبية ووثائقها الفكرية التي لم تحظى بالاهتمام الذي تستحقه من الباحثين والدارسين والسياسيين أما المعاناة الإنسانية والانهيارات المتسارعة للعملة الوطنية وارتفاع أسعار السلع وندرة المشتقات النفطية والانقطاع الدائم للكهرباء فكل ذلك في نظرهم نوع من الابتلاء الرباني والامتحان الرسالي الذي يجب أن يدفع ثمنه الشعب من أجل الانتصار في معركتهم الموهومة مع أمريكا وإسرائيل مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة نترككم في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة